السلام عليكم في هذا الفيديو نشارككم آخر التطورات حول استئناف الأشغال في محطة القطار الرباط المدينة بعد فترة من التوقف تم استئناف العمل من جديد ونلقي نظرة على التحديثات والتحسينات المنتظرة في هذا المشروع الحيوي تابعونا لمزيد من التفاصيل والمستجدات حول هذا الموضوع الهام في خطوة هامة ومفاجئة قرر المكتب الوطني للسكك الحديدية استئناف الأشغال في محطة الرباط المدينة وذلك بعد توقف دام لسنتين نتيجة لخلل تم تسجيله على مستوى مظهرها الخارجي وفي هذا السياق كلف مكتب الخليع شركة هندسية جديدة بمتابعة المشروع حيث من المتوقع إدخال تعديلات هامة على الشكل الخارجي للمحطة وكشف مصدر خاص أن الشركة المكلفة بالمشروع تعهدت بأن لا يتم المساس بالمحيط الخارجي للأسوار والطبع التاريخي للمنطقة مما يظهر الحرص على الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمكان يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الترقب والتكهنات حول مستقبل المحطة ومن المتوقع أن يثير هذا الخبر اهتماماً وتفاعلناً كبيرين في الأوساط المحلية والوطنية وكان توقف الأعمال في هذه المحطة قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية وتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء فيما أشارت بعض المعلومات إلى دخول منظمة اليونسكو على الخط حيث أعربت عن ملاحظات جوهرية حول المحطة مما ألقى بظلال من الشكوك حول مستقبلها وفي تصريح سابق لوزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجليل أكد أن مشروع بناء المحطة السككية الجديدة الرباط المدينة واجه مجموعة من الإكراهات التقنية والفنية مشيراً إلى أن هذه العيوب كانت سبباً في توقف الأشغال بها وأعرب الوزير عن أمله في العثور على حلول لهذه التحديات ونظراً للأهمية الاستراتيجية لمحطة الرباط المدينة يبقى الجميع في انتظار التفاصيل الإضافية حول التعديلات المقررة والتحسينات المتوقعة التي ستضيف للمكان جاذبية جديدة تليق بمكانتها التاريخية